اشتركوا في القناة وهي قيم تورثناها أبا عن جد منذ قرون طويلة قيم تعلمنا فيها الإخاء والتعايش قيم تذكرنا بماضينا المجيد وحاضرنا الزاهر ومستقبلنا المشرق التسامح الذي يحتفل به العالم وتحتفي به البحرين جزء أصيل من ثقافة أهل البحرين الذين كانوا وما زالوا مثالا حيا لمثل هذه القيم النبيلة التي لم تكن يوما بعيدة عن هوية هذا الشعب الأصيل بمختلف مكوناته الفريدة من يجول في البحرين ويشاهد مكتسباتها الحضارية سيدرك حتما أنها لم تبنى إلا بقيم أصيلة صارت سمة من سماتها المميزة قامت بلادنا العزيزة على التسامح والانفتاح والمحبة والتعايش وهما جعلها واحة للسلام بين جميع الأديان والمذاهب والأعراق نفتخر بها جيلا بعد آخر ما نشاهد اليوم من تجاور بين المواطنين والمقيمين باختلاف أصولهم في سكنهم وعملهم ومعيشتهم يعكس تسامح البحرين وأهلها وتمسكهم بقيمهم الأصيلة وهما نشدد عليه ونؤكد عليه دوما باعتباره من ثوابت المجتمع التي لا ينبغي أن نحيد عنها أبدا اعتزازنا بنى تسامح المجتمع البحريني نشاهد في أهلها ونشاهده في تجاور المساجد مع الكنائس وفي تجاور المعبد الهندسي مع الكنيس اليهودي وهو مشهد فريد ظل قائما قرونا طويلة ليظل عنوانا للتسامح نعتز به منذ أن حملنا أمانة الحكم أخذنا على عاتقنا مسئولية أورثها لنا أجدادنا من حكام آل خليفة الكرام وهي مسئولية الحفاظ على تنوع المجتمع البحريني المنفتح وتعزيز قيم قبول الآخر واحترام التعدد والاختلاف حتى باتت هذه القيم مكفولة في دستورنا وقوانينا الوطنية وإن نائذ نعقد العزم على اتخاذ كل التدابير الإيجابية اللازمة لتعزيز التسامح في مجتمعاتنا لقناعتنا التامة بأن التسامح ليس مبدأ يعتز به فحسب بل هو نابع من تقاليدنا ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف والترابط المجتمعي الذي عرف بها شعب البحرين عبر التاريخ ولكنه أيضا ينطلق من الإيمان بأن ضرورة للسلام والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب في العالم إن الاحتفاء بالتسامح يعني النموذج البحريني فيما عرف به شعب البحرين من الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ليس مقبولا لدينا أو لدى شعب البحرين المساس بالثوابت الدينية أو المذهبية أو الطائفية ومن يتجاوز ذلك فليس فيه من قيامنا الأصيلة التي نعرفها لأننا ندرك أن في تعددنا وتنوعنا قوة ومنعا حفظ الله البحرين وشعبها وحفظ قيامها وهويتها وأدام على شعبها التسامح والمحبة والسلام حمد بن عيسى الخليفة